أعلنت المنظمة الدولية للهجراء عن نزوح 22 أسر يمنية خلال الأسبوع الماضي وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن النزوح أن الأسر النازحة خلال الفترة من السادس إلى الثاني عشر من أكتوبر الجاري جاءت من محافظة الحديدة والبيضاء وتعز وتوجهت غالبيتها إلى محافظة مأرب وأشارت المنظمة إلى أن الأسباب الرئيسية للنزوح كانت الدوافع الاقتصادية المتأثرة بالانقلاب حيث شكلت هذه الدوافع نحو 77% من حالات النزوح كما دفعت المخاوف الأمنية 23% من الأسر إلى النزوح وبهذا الارتفاع وفي ظل انتهاكات ميليشيا الحوث الإرهابية وصل إجمالي عدد الأسر النازحة في اليمن منذ بداية العام الجاري إلى 2856 أسرة أي ما يعادل 17136 فرداً